نجميل النهاردة من النجوم الكبار جدا في كرة القدم المصرية هو من موليد 27 يوليو 1970 هو كابتن تاريخي لنادي الزمالك بكل ما تحمل الكلمة من معنى عنده 17 بطولة محلية وقرية وعالمية توج 4 بطولات دوري ممتاز 2 بطولة كأس مصر 2 بطولة كأس السوبر مصري 3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا بطولة واحدة إفريقيا أبطال الكؤوس 3 بطولات كأس السوبر إفريقي بطولة واحدة كأس أفرو أسيوية بطولة واحدة كأس السوبر المصري السعودي وبطولة كأس العرب مع منتخب مصر 1992 ريكورد رائع جدا وتاريخ مشرف للغاية لكابتن مصر ونادي زمالك كابتن خالد الغندور أهلا بك يا كابتن متحة وسعيد بوجودي معك وينهرابيط طيب احكينا بقى عن ذكريات الطفولة مع شهر رمضان كانت طفولة جميلة كلها كرة أهم حاجة في رمضان دي كانت الدورات الرمضانية وفي وزير نيلي وليال حلمية جميل ايه هي الطقوس اللي بتوازب عليها في الشهر الكريم؟ وانا صغير يعني كل سن بيبقى له طقوس مختلفة يعني وانا قبل ما لعب كرة في نادي الزمالك غير ما بلعبت كرة في نادي الزمالك غير ما بطلت غير ما بيت اعلامي بس احلى ايام طبعا هي الاوقات اللي هي من 13-14 سنة كده لغات 25 سنة دي اللي هي كان دايما في دورات رمضانية نروح نلعب في نادي الصيد ونادي هليوبلس ونادي الجزيرة ومركز شباب مديد نصر والشوارع كانت ايام جميلة طيب خلينا نتكلم على الاكل بقى ايه الاكلات المفضلة اللي انت بتحبها خلال شهر رمضان؟ المحشي، الحمام، البط، الفراخ المشوية، اللحم الستيك انت طبعا مش من زمان قوي لكن هل اختلف رمضان زمان عن رمضان بتاع اليومين دول؟ اه كتير رمضان زمان كان له طعم مختلف يعني لكن دلوقتي لا الوضع اختلف الحياة تغيرت تماما يعني غير على ايام ما كنا صغيرين الوضع اختلف تماما عن دلوقتي بالنسبة للدورات الرمضانية هل كنت بتشارك فيها خلال شهر رمضان؟ بس يعني على ايامي كانت نهاية الكرة الشراب يعني كان تقريبا فضل الله سنة وتنقرد انت عارفين زمان كان في كرة شراب كان بلعبوها في كل حتة في الشارع دلوقتي ما بقاش في شوارع اساسا فانا كنت مرة واحدة بس لعبت فيها كرة شراب كنت اتوقع بقى ان كرة شراب زي الكرة القفر او الكرة اللي احنا بلعب بها كرة عمتا يعني دلوقتي فكرة واحد بلعب لي قاوت روح تلعبها بدماغي جالس ضاع وكان هلجير ارتجاج ورجعنا لكم مرة تانية مع بندق الكرة المصرية الكابتن خالد الغندور قولي بصراحة هل فطرت قبل كده خلال شهر رمضان وكان ايه السباب احنا مرة فطرنا واجبرنا ان احنا نفطر وكنا بنلعب تقريبا الاولمبي او الكروب مش فاكر واتغلبنا واحنا فترانين فأصرينا الماتش اللي بعديه كان بقى مدير فني وكده هما اللي قالونا لازم تفطروا وكده ما نفعش والسوائل وطبيا وممكن يحصل لكم حاجة والكلام ده ماتش اللي بعديه كنا بنلعب الاسماعيلي اقوى مئة مرة كنا بنلعب في استاد القاهرة صلنا أصرينا وكسبنا ليك تقوس معينة مميزة على الفطار والصحور زي ما كلنا بيبقالنا بعض التقوس بص قبل الفطار بنحاول نتجمع كده كصحاب نلعب رياضة ونلعب طايرة بالرجل يعني بنضيع الاجواء الصيومية دي وبتاع وبعد كده باجي على الفطار بنفطر زوجتي بتفرج على مسلسلات بتاع ممكن ننزل نتصحر في مكان دي الاجواء الطبيعية يعني اي عائلة زمان كان الوضع مختلف كان بقى من الاجيال اللي عدت رمضان عد عليها صيف شتة يعني يعني انا من الاجيال اللي رمضان كان في شهر سبعة وشهر ستة وشهر خمسة وشهر اربعة وشهر ثلاثة وشهر دنين وواحد واثناشر وعنداشر يعني مر علينا شهور السنة كلها جي رمضان لغات موصلنا اللي احنا في دلو في نهاية الحوار شكرا جزيلا لكابتن مصر ونادي زمالك التاريخي الكابتن الكبير خالد الغندو حبيبي كابتن متحت يا محترم يعني انت عارف ان انت مسألة اعلى ليا وشخصية كاريزماتيك وحضور وبسم الله ما شاء الله ويا نهارا بيت